تابعوني لنهاية الفيديو لأن في مسابقة رهيبة ممكن تربحون من خلالها لابتوب مع شاشة OLED وأيضاً عندي لكم كود خصم خاص والمتابعين True Gaming بيعطيكم خصم رهيب على لابتوبات OLED من Asus للأسف لو نشوف الغالبية العظمة الآن من ملاك اللابتوبات تبتلقون أن شاشاتهم تستخدم تقنية LED لكن الحمد لله الآن كل شيء بيتغير وأحد قادة هذا التغيير هي شركة Asus اللي عندها كتيبة كاملة من اللابتوبات اللي تستخدم تقنية OLED في الشاشة طبعاً أحد الأمثلة على الطبيعة أمامي الآن عندي هنا لابتوب ZenBook من Asus يستخدم تقنية OLED للشاشة شاشة جميلة 13 إنش حواف نحيفة تجربة خيالية ما تشابه أي تجربة شاشة لابتوب ثانية OLED لها فوايد مقارنة بالتقنيات الثانية أبي أحكيها لكم قبل لا أستعرض مجموعة اللابتوبات الخاصة فيهم أتكلم عن 100% سلسلة ألوان DCI-P3 أتكلم عن عمق ألوان أكبر 1.07 مليون لون مقارنة بـ 16.7 مليون لشاشات LCD المعتادة 70% تخفيض في مستوى اللون الأزرق المظر للعين هالشي مهم جداً خصوصاً للأطفال صورة أكثر صفاوة بكل درجة سطوع ديسبلي HDR ودرجات أسود حقيقية سرعة استجابة 2 جزء من الثانية الأسرع بين أغلب اللابتوبات بالعادة شاشات LCD في اللابتوبات تكون سرعة الاستجابة 10 إلى 25 جزء من الثانية طبعاً أسوس عندها كتيبة من اللابتوبات اللي تستخدم تقنية ألوث في الشاشة وأنا راح أستعرض لكم الفئات الرئيسية منها راح تلقون بين نواع اللابتوبات اللي باستعرضها نوع مناسب لكل فئة مختلفة من المستخدمين طبعاً جميعها Powered by Intel تستخدم معالجاتهم الرائعة وأول واحد عندي اللي موجود أمامي هنا أنا أسميه الخفيف النحيف يعجبني جداً للاستخدام اليومي لأغلب المستخدمين العاديين طبعاً هذا الموديل اسمه UX-325 يتميز بوزنه الخفيف 1.14 كيلوغرام يعني راح تلاحظون خفة وزنه بسهولة وأكيد راح تلاحظون سمكه الصغير نتكلم عندنا هنا 13.9 مليمتر ورغم أنه الجهاز جداً نحيف إلا أنه يملك أهم المنافذ الرئيسية اللي يحتاجها المستخدم وهذا شيء رائع أنك تلقاه فيه جهاز نحيف زي هذا يعني واحدة من الأشياء اللي أتكلم عنها بنلاحظها موجودة معنا هنا منفذ HDMI كامل ما هو HDMI صغير لا هذا منفذ HDMI كامل مثل كياب HDMI اللي عندنا في البيت عندنا منفذين Thunderbolt 4 من نوع USB-C وأيضاً إذا كان عندك أحد الأجهزة القديمة اللي لسه تستخدم USB-A عندك هنا منفذ USB-A كبير كامل بحيث أن أجهزتك القديمة سماعات فارات إلى آخره تقدر تستخدمها مباشرة مع هذا الجهاز وفوق كده عندنا أيضاً منفذ صغير لكروت المايكرو SD إذا كان عندك أحد الذكروت تستخدمها في أي جهاز ناني كاميرا جوال إلى آخره تبغى تقراها مباشرة القارئ موجود معك هنا لكن طبعاً أهم شيء يعجبني في هذا الموديل يعني شوفوا قد H حجمه الصغير أوكي ورغم ذلك فيه شاشة 13.3 إنش OLED رائعة شاشة جميلة حواف نحيفة الآن الحواف نحيفة في كل الأجهزة الإلكترونية وهذا شيء رائع فهنا أيضاً عندنا حواف نحيفة الشاشة هذه دقتها Full HD تدعم تقنية HDR رائعة للألوان وزي ما قلت الجهاز الجميل فيه أنه خفيف جداً وتقدر تأخذه معاك وتتنقل وما يأخذ مكان في شنطتك كبير رائع جداً الجهاز للتنقل واللي يتنقلونه بكثرة وبالنسبة للشحن شيء رائع فيه أنه يقدر يشحن لك 60% فيه شحن سريع يشحن لك 60% فيه 49 دقيقة فقط يعني في أقل من ساعة تكون شاحن فوق نص بطارية الجهاز هذا شيء رائع جداً فيه حركة جميلة أبي أوريكم إياها من الجن في هذا اللابتوب أوكي وهو كيف يرفع الكيبورد لما أفتح الشاشة لاحظوا معي أوكي بمجرد ما أفتح الشاشة رح يرتفع الكيبورد معي بحركة سيابية رهيبة وهذا يسهل عليك الكتابة أثناء الكتابة على الجهاز تكتب إيميلاد تكتب تقارير إلى آخره من هذه الأمور وهذا كان لابتوب يستخدم تقنية OLED للشاشة وفي لابتوبات أكثر تستخدم تقنية OLED للشاشة من أسوس خلونا نستعرض أهمها عندنا يو X363 وهذا بيكون لابتوب متحول معناته أن شاشته تفتح 360 درجة إلا ما تنصق بالكيبورد من الجهة الثانية فيه ناس كثير ومستخدمين كثير يحبون إيش الأجهزة لي زي كذا طبعا هذا النوع من اللابتوبات تقدر تستخدمها بأكثر من وضعية منها اللابتوب منها اللوحي منها الخيمة ومنها الستانتوب وطبعا فيها نفس مزايا الشاشات OLED اللي موجودة في اللابتوب اللي استعرضنا هنا ومنها تخفيض الضوء الأزرق بنسبة 70% اللي هو أصلا مضر للعين وفيه مودة اللي اسمه UX371 إذا كان يعجبك اللابتوب اللي يصير 360 درجة يفتح لكن تبي دقة أعلى فهذه النسخة راح يكون دقة الشاشة فيها 4K بس ما نسينا محبيل ألعاب احنا في التروغيمنج هنا في الأخير محبيل ألعاب في لابتوبات خرافية تخيل لابتوب ألعاب بشاشة OLED يا ساتر هذا واحد من الموديلات اسم الموديل UX582 شاشة OLED رهيبة بدقة 4K هذه الحالة تخلي محبيل ألعاب يطيرون من الفرحة بس في تحتها بعد شاشة ثانوية بتساعدك في مختلف التطبيقات خصوصا لو كنت مصمم جرافيكس أو فيديو بتقدر تعرض عليها أدوات تحكم خاصة تسهل عليك العمل بشكل كبير أكيد ماهو جهاز ألعاب بدون كرت رسوم متمكن وهنا عندنا كرت انفيديا RTX 3070 أضف فوقها دعم قلم Asus Pen ومناصفات قوية لتقديم تجربة لعب رهيبة مثل معالج انتل كور اي 9 ذاكرة أشوائية 32 جيجا بايت ذاكرة تخزين SSD بسعة 1 تيرا بايت أكيد لابتوب ألعاب خرافي بكل معنى كلمة يكفي شاشته لأدد نفسها هذه الحالها نقلة نوعية للجيمرز على اللابتوب زي ما قلت لكم في نهاية الفيديو بأعلمكم عن مسابقة رهيبة الآن على لابتوبات Asus OLED سحب اللي ودي يشارك فيه يروح حساب جرير في تويتر ويشارك يشوف الشروط حقتهم ينتهي السحب في 25 سبتمبر فلايفوتكم أما متابعين جمهور True Gaming العزيز عندنا خصم 500 ريال لكم على لابتوبات OLED من Asus على موقع جرير استخدموا وكود الخصم TG هالحرفين بس يعطونكم خصم 500 ريال حرفين أقوية أكيد لايفوتكم سعار اللابتوبات الآن رهيبة ادخلوا في الرابط اللي في الدسكريبشن تحت على مكتبة جرير واستخدموا كود الخصم عشان تشترون اللابتوب كان معكم محمد بسيمي وهذه كانت لابتوبات Asus اللي تستخدم تقنية OLED للشاشة الخرافية مع السلامة